يعني الاول احنا في وفي الفرق بين الاتنين ان العيان ده ده عيان عمل عمليات قبل كده مش عيان وبالتالي بيختلف بتاعه لانه عمليات قبل كده انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يكون اتعامل قبل كده فالتالي بيختلف عن العيان النجليكتد ده غالبا بيبقى عيان سيفير اول مرة حد يقرب منه اه ما تعملوش اي عمليات قبل كده فبرضو التعامل معه بيبقى مختلفة لما نجي نتكلم على بتاع الكلاب فوت بعيدا عن البونسيتي يعني انت خلاص عملت العيان البونسيتي او عيان ما تعملوش البونسيتي وبقى نجليكتد وجايل لك بعد كده وخلاص انت قررت له سيرجري وهنقول بعد المحاضرة دي ان شاء الله ان احنا هنكرر سيرجري على اي اساس عشان تقرر سيرجري السيرجري في الكلاب فوت على كارت والجملة دي مهمة جدا يعني ايه على كارت يعني احنا في ستيبس معينة بنعملها واحنا شغالين في الكلاب فوت بس الستيبس دي مش لازم كلها تتعمل في كل العيانين يعني ممكن عيان تحتاج اه وفي عيان ممكن تحتاج تعمل الستيبس كلها وبالتالي الشغل في الكلاب فوت على كارت يعني انت بتعمل العيان محتاجه بس مش بتعمل كل الخطوات اللي انت حافظها عشان انها هي مفروطة تعمل لا مش كل المرضى او كل الاطفال بيحتاجوا كل العمليات طيب الطايمينج بتاع السيرجري بقى امتى نعمل سيرجري سواء سواء هنخش بوسترو ميديا ريليز سواء هنخش باستيوتومي ايا كان الشرجري يفضل ان الشرجري متبقاش قبل اول سنة لازباب كتير اول حاجة عشان حجم الفوت لصليب بتاع الفوت كل ما يكون حجم الفوت كبير اكتر من ثمانية سن'ا تسعة سنتي كل ما بتكون الباسو اوناتومي واضح جدا كل ما بتكون الاناطومي بتاع العيان واطحة فالنترفياريونس يبقى ام اسهل تاني حاجة لو نفتكر محاضرة الفاتح احنا قلنا ان في اول ستة شهور بيبتدي يحصل زيادة في الانتاج او البرودكشن بتاع الكولوجين والكولوجين ده مسؤول عن الريكارنس في حالات البلاب فوت وبالتالي انت لو عملت سيرجري العين البلاب فوت ايرلي عند شهرين ولا ثلاث شهور في الفترة اللي فيها الكولوجين بروتكشن عالي قوي ده متوقع انه يحصل ريكارنس تاني نتيجة الفايبروزيس الشديد اللي هيحصل بعد العملية فكل ما بتأخر عملية كل ما بيكون احسن ستادلت احسن التالت حاجة كل ما بتعمل عملية بعد سنه بيكون الطفل بياملbach ويقف على الرجلية الويت بيرنج ده نفسه ملمتين البلانتي جريدفس وتاع الخارجrades ولان العين او الطفل دايس على رجله وبالتالي طول ما هو دايس على رجله طول ما البرانتي جريدفس وتاع الخارجrades يبقى ملمتين brunch ده بالنسبة لتايمينج بتاع السرجري بايفضل التايمينج بتاع السرجري اخا ص envie لي . Those are the time of the day at work . فهو يمكن ان انظر التفاصيل عن طوالة ؟ طبعا , اسمام التفاصيل Director pase , اللي هي الفولتي تكنيكس الفولتي مانيبيوليشن الانكمبليانس بتاع الاهل بالدينيس براون سبلينت ان يكون الطفل جاي كبير شوية في البروسيدورز اللي تعملت له حصل فيها ريكارنس ان يتعمل له إيرلي سيرجيك الانترفينشن فاقول ستة شروع وحصل في بروسيس جامعة بوست اوبرتف كل دي اسباب تعمل لنا ريكارنس هنبتدي وانتكلم عن ريلابس الدعاء الليجليك الكلافوت احنا قلنا ريلابس الدعاء بوست دي فوت اتعمل لها تريتمينت قبل كده يعني حصل فيها انترفيرنس ايا كان الانترفيرنس حتى لو بوستي يبقى دي لو رجعت تاني حصل في بقيت ريلابس الدعاء انما النجليكت ده عيان برايمري ما عملش اي عمليات قبل كده خالص ما فيوش اي سكارز بتاعت اي عملية حتى ما عملش بوستي او ما عملش بيركوتينيا ستانوتومي لا في معظم الاحيان الحالات الريلابس الدعاء بتبقالي السيفير ليه لان هو تعمل له انترفيرنس قبل كده سواء بالبونسيتي او سواء بسيرجي كارليز قبل كده فده بيقلل شوية حجم الديفورمتي انما عيانين النجليكتد بتبقى في الغالب جاية بسيفير ليفورمتي محدش قرب منه فالعظم بقى ديفورمد الصوفتش كلها كونتراتد فبتبقى مور سيفير ليفورمتي عيان الريلابس الدعاء فوت غالبا بيبقى جاي دايس على رجليه على الصول بتاع الفوت بس على الترا البوردر ما بين هو بالعيان نجليكتد باغل الماع gluc كبير ف Failure ما بين عيان عيان النجليكتد الغالب بيبقى ماشي على اليرس بعدiment اننا في الصور اللي على اليرس فال demise على الدورزم ده عيان نجليكتد ما عملش اي عمليات ت tallerodas الولد دا بقى ماشي على الكلوزتي اللي على الدورزم Becca ليش ماشي على السول خالص. رابع حاجة الديفورمتز. الديفورمتز في الريلابس اقل كتير من النيجليكتد. بيبقى الريلابسد البوني ديفورمتز في الزب بيبقى بطلق يحصل فيها شوية ريموديلنج فده بيقالل السيفيرتي بتاعدي الديفورمتز. انما في النيجليكتد دعيان ما عملتش اي حاجة خالص. فكل البيان اللي موجود في الفوت بقى ديفورمتز. واخر حاجة البرسة زي اللي احنا شايفنا في الصورة هنا. معظم الاطفال اللي عندهم ااا اللي هما جايين بنيجليكتد. بيقى في بيرس على الدورزم بتاع بتاع الدورزم بتاع الفوت. لو احنا بصينا على الصورة اللي تحت دي دي بتاع تعيان الريلابسد. هو الولد ده واقف على السول بتاع الفوت عنده بس مهمة قوي ان هو دايس على السول بش زي العيان اللي فوقيه ده دايس على الدورزم. دي حاجات مهمة تفرق لنا ما بين الريلابسد والنيجليكتد طيب. امتى بيحصل الريلابس؟ كومنلي الريلابس بيحصل عند سنة سنتين ثلاث سنين. او لو احنا عايزين نوسع الرينج شوية ما بين عشر سنين اا عشر شهور وخمس سنين. ريرلي ان الريلابس يحصل بعد خمس سنين. ليه رير انه يحصل بعد خمس سنين؟ لان بعد خمس سنين بيبقى غالبا البون كله بقى تقريبا اصفايد. احنا اخر عضمة في الفوت بتاصفايا عندنا هيا النافيكلر. اصفايا عند سنة ثلاث سنين او اربع سنين. بيبقى خلاص حصل للبون. قد يحصل على الوضع الجديد. فلو ما حصلش الريلابس عند خمس سنين فيه الغالب ما بيحصلش الا في حالات قلالة. او انما اكتر وقت بنشوف فيه الريلابس عن سنة سنتين لثلاث سنين. طيب. الباثواناتومي. الباثواناتومي هو الي احنا كلمنا عليه في القلب فوت اللي هو شكل la machina وال 맞아요 حينماAssetts هذا ليوم فكريبا نفسنا بيهم ان كنا قلنا ان تلاث بتبقى ، الكالكينيس بتبقى .تبقى بتوقف من المدى المالهولس كل الجونات على العداد التعامز في الوب있는좀 كل الجونات على الع Villase lakh Holding Jront مهم واخرام ال PRI dah been الحشوى comunidad للبكث يملكون الدخان pills هها من التباليس البسيريور و الأكيلس تندنز اللي بيبقوا طائب. ده l-parholic. هو نفس l-parholic بتاع l-clonflut. بس بيبقى اه لو l-neglected بيبقى مور سيفير. لو ريلابس بيبقى فيه بعض l-elements من l-parholic بش كلها موجود. طيب. ايه مشكلة l-neglected clonflut. مشكلة l-neglected clonflut اول حاجه l-pan. العيان ماشي عالدار زمتاع l-foot. دي بتبقى painful. بيبقى فيه awkward gate. ما يقدرش يمشي مسافات طويلة. بيحصل بين مع اللونج دستانس مهمة اوي كمان نتيجة انه هو دايز على الدورزم بتاع الفوت اللي هو بمفروض مكان مش مهيئ انه هو يعمل ويد بيرنج بيحصل فيه سكين بريك داون كتير اوي بيحصل انفكشن احنا بصينا على الولد اللي وايب ده زي ما احنا شايفين هو وايف على البيرسل على الدورزم بتاع الفوت لكم منكم تخيلوا حاجة زي كده حجم البين وحجم الالسوريشنز اللي ممكن تحصل نتيجة على البيرسل اللي متكونة على الدورزم بتاع الفوت في الطفل ده تمام فده السبب اللي بيخالينا ندخل في العينين النجليكت كلافوت انه هم بيقولك انه نجليكت بس هو بيبقى في سيفير بين وفي سيفير ديسابلتي فلازم تتدخل معنا السكساسوف تريكم انت بتاعنا مهم جدا في العين دون انت توصل لحاجتين اول حاجة ان انت توصل ويد بيرنج على السول رقم اثنين ان انت الطفل ده يقدر يوصل لنورمال شوز يبقى نخلي بقى انه في النجليكت كلافوت انت بش عايز فولي اناتوميكال ردوزد فوت وبش عايز نورمال لوكينج فوت لأ انت عايز فوت الولد يقدر يلبس شوز وفي نفس الوقت الولد يقدر يبقى ماشي على الصول الفوت ميبقاش ماشي على الدورزم وفوت بيبقى فيه بين والسكين بريكداون فده السكساس بتاع التريتمينت بتاعنا نخلي بقى انه قوي من الايم بتفي عمليات نجليكت كلافوت الايم بش انك ترجع الفوت للنورمال شاب لأ الايم انك تعمل له بلانتي جريت فوت دايس على الصول الفوت ويقدر يلبس شوز يتحرك بيه هو لو انت عملت له كده هو بقى هابي بغض النظر حتى لو الفوت ستيف او فيه بتاعيه هنيجي نتكلم بقى على التريتمينت بتاعة الريلابسد والنجليكتد وفي الاخر هنعملكو كده للبروسيدورز اللي هنتكلم عليه هنحاول اتكلم معاكو على البروسيدورز ومعظمها بالتفصيل شوية ونتكلم على كل البروسيدور امتى نعملها وامتى ما نعملهاش اول حاجة احنا امتى بنعمل صوفتش ريليزز فيه لغاية سن اربع سنين السوفتش ريليز دي بنعملها في العيانين اللي هم فيلد بونسيتي او العيانين اللي هم فيلد بونسيتي وحاولنا معاهم نعمل لهم بونسيتي تاني لكن فيه ستيفنس نتيجة ايان كانت سندروميك عيان عنده سكارز قديمة نتيجة سيرجري فمنع الكمبليت تريتمينت او التريتمينت تاني بالبونسيتي فمعظم العيانين اللي بحتاجوا صوفتش ريليز وبصراحة انا ما بعيناش نعمل دلوقتي صوفتش ريليز كتير في الحالات الاديوباسيك معظم الحالات اللي بتحتاج صوفتش ريليز دلوقتي اما الحالات اللي كانت عاملة قبل كده صوفتش ريليز وريكيرد ففيه سكارز كتير ما بتخليش البونسيتي سكسسفول او الحالات السندروميك زي حالات الميلونينجوسيل او حالات الأرثرو برايبوسوس دولة دي بقوفيرستاف ومش بيرسبوند كويس لي البونسيتي وان كان فيه بيبرز كتير كتبت على التريتمينت بتاع الحالات دي بالبونسيتي بس مش كل الحالات بصراحة بترسبوند كويس في البونسيتي تكميتي فدي الحالات اللي بنشغل عليها بالسوفتش ريليز انسى بوقت تعمل سوفتش ريليز قولنا بعد سن السنة وقبل سنة اربع سنين ده اكتر وقت بتكون لسه الرجل او الفوت بتاع الطفل لسه موبايل يفضل قبل ما تعمل اي سيرجيك الانترفيرنس ان انت تبتدي بكاستنج الاول الكاستنج عشان بتقلل بي الانترفيرنس بتاعك السيرجيكال وفي نفس الوقت بتعمل ستريتشنج للسوفتشوز والليجامنس والموسلز اللي موجودة فده برضو بيسهل عليك كتير التريتمينت بتاعك السوفتش ريليز في كذا تكنيك مذكورين احنا هنتكلم على ثلاث حاجات اللي هما المور كومان قوي اول حاجة اللي هي البوستروميديال واللاترال اللي هو التوركو وهنتكلم على النورس كارول اللي هو عكسه ميديال وبوسترولاترال وهنتكلم على السنسيناتي دول اشهر ثلاث حاجات بنشتغل بيهم في السوفتش ريليز التوركو اللي هو بوستروميديال واللاترال بوستروميديال واللاترال وتاني واحد اللي هو النورس كارول ده عكسه ده ميديال وبوسترولاترال وتالت واحد السنسيناتي اللي هو سيركمفرينشيال على الهيل من وره وده وان انسيجن وهنتكلم على كل راحب بالتفصيل نيجي نتكلم على الانسيجن ستاعتنا في عندنا الصور اللي احنا نشاهدها قدامنا دي لو جينا بصينا على السورة اليمين دي اول واحد التوركو اللي احنا قولنا ده عبارة عن بوستروميديال واللاترال بوستروميديال بيبتدي من عند الميت تعديل وطالع على الميدال صياد ومكمل على الميدال صياد او ممكن يوقف عند النص أو الهف بتاع الاكيليستندون ده البوستروميديال البوستروميديال ده انسيجن بيبتدي من عند الميتيترسل وبيرجع بوستيري الورق تحت الميديا المانلس ويطلع على الميديا الصيب تعلق وبيبقى كامبنت بلاترى الانسيجن عشان البوستيري ريليز ده اللي هو التوركو اوبراشن اما تيجي عند النورس كارول العكس نورس كارول بيعمل وان ميديا الانسيجن بيبتدي من عند الباز بتاع الفرس مترسل ويمشي كيرفد لغاية النص الهيل بيبقى جاي كيرفد من عند الفرس مترسل لغاية الانسيجن وينزل على الهيل بيبقى كيرف شوية ده اللي هو النورس كارول ومعاه بوستر الانسيجن على اللاترال سايد بتاع الاخيلز وثالث واحد اللي هو السنسيناتي السنسيناتي اللي هو الخط الأصفر ده ده السنسيناتي اللي هو بيبتدي من عند الميديال صايد للاترال صايد وراء الهيل يبقى تاني الانسيجنز عشان ما نطلق بطش السنسيناتي أسهلهم ده one incision circumferential بيبتدي من عند الميديال صايد ويمشي وراء الأكيليس للاترال صايد رقم اثنين التوركو التوركو ده postro media يعني جاي من على posterior من عند الأكيليس ونازل على الميديال صايد بتاع الصولو دافوت ومعه انسيجن لاترال على اللاترال بوردر بتاع الأكيليس عشان الأكيليس لانسلينج والpostيرو ريليز وثالث واحد اللي هو نورس كارول نورس كارول ده one medial incision أنا عند البيز بتاع الفرسمي التطارسة الكيرفد ناحية الميديال ميليرس وينزل عند الهيل واحد تاني postro lateral عشان postro lateral بوردر بتاع الأكيليس دي الانسيجن اللي احنا بنستخدمها في البوسترو او الصوفتشو ريليز في الكلافوت هنتكلم على واحد واحد اول حاجة postro media release البوسترو media release او التوركو احنا قلنا two incisions one postro medial واحد lateral البوسترو ميديال بيبتدي بستيبس معينة الستيبس دي بتاع زي ما قلنا الا كارت يعني انت بتعمل one step وبتعمل بعدها وتشوف الcorrections ادلت توصل الcorrections اللي انت عايزه بتوقف ما قدرت توصل الcorrections اللي انت عايزه بتكمل بعدك بتبتدي البوسترو media release بالميديا البوسترو ميديال انسيجن احنا قلنا عليه بعكاية تبتدي تعمل release الabductor hallucis والabductor hallucis دي بتعمل لها release من عند الكالكينيس وهي من ضمن deforming forces اللي بتزود ال forefoot adduction supination فلازم تعمل لها release من عند الكالكينيس دايما لما تفتح الabductor hallucis وتسلكها تشتغل من فوقيها باش من تحتها ليه لان عند ال upper border بتاعها انت سيف بعيدة عن neurovascular structures فبتدر تشتغل وانت من غير ما تعمل injury neurovascular structures خلاص شلت الabductor hallucis بتبتدي تدسكت عشان تطلع البلانتر فاشية من ضمن الحاجات اللي بتعمل الكيفس طبعا تركو ما كانش زاكر البلانتر فاشية بصراحة اللي قالها نورس كارول بس انا حطتها عشان تبعارفين مرة واحدة اللي انت هتشتغل بيها فبتعمل release للبلانتر فاشية برضو قريب من calcineus insertion وفي الغالب البلانتر فاشية لما بتعمل لها incision بتقطع معها two muscles كمان هنتكلم عنهم دولات اللي هم abductor digity minimi بعد كده بيظهر لك neurovascular structures بتعمل retraction neurovascular structures وبعاكد تبتدي تشغل على الجوينتز ايه الجوينتز اللي مسؤولة عن deformة الشيديبية اللي عندك اهمهم اثنين هما telonavicular والcalcineo cuboid telonavicular لازم تفتحها dorsal وplanter و medial يعني من على الثلاثة انما الكيبويد ما بتقدرش توصل من medial side غير ليه المedial capsule فبتفتحها يبقى انت عندك two joints مهمين جدا ان انت تعمل لهم release من على medial side اللي هي الكالكيني اللي هي telonavicular joint والcalcineo cuboid joint تمام؟ بعد كده من على medial side برضو بيظهر لك medial sub-tiller بتفتحها عشان تrelease sub-tiller joint فبتفتح medial sub-tiller joint بعد كده تبتدي تعمل لكل medial ligaments اللي هي tight اهمهم هو deltoid ligament والspring ligament اللي هو calcineo navicular ligament دول اهم بتعمل لهم release اخر حاجة بيبقى tendon على medial side اللي هو medial side اول حاجة بتفتحها بعد ما بتفتح الانسيجن بتاعك بيظهر المسل abductor halusis بترفحها من عند الكالكينيس وبعد كده بيظهر لك الplantar fascia بتعمل لها release عشان الكيفس نشتغل بعد كده على joints وعلى ligaments الجوينس اللي بتفتحها هم ثلاثة calcineo cuboid medial subtailer دول التلاتة جوينس اللي بتفتحه من medial side telonavicular calcineo cuboid medial subtailer telonavicular مهمة قوي انك تريليز دورزل وplantar و medial عشان تقدر تريديوس النافيكولر الهيد وفزا تيلس كمان و ligaments اهمهم عندنا هو الـ plantar ligaments or calcineo and dintoid ligaments بصنا على الصورة اللي موجودة هنا دينطايد ligaments على medial side بيبقى tight جدا فلازم تعمله release تمام وطبعا الكالكينيو cuboid ده بتشوفه اكتر من على lateral side بعد ما خلص joint ما بيبقاش غير حاجة واحدة medial اللي هي tpialis posterior tendon tpialis posterior tendon ده من deforming forces اللي لازم تعمله لانسنينج عشان تقدر ترجع التيلو نافيكولر joint طيب هنا صورة موضحة اكتر الحاجات اللي بتشغل عليها plantar release لو جينا هنا اول حاجة اللي واحنا شايفين الحاجة المقطوعة هنا دي ده اللي هو اللي ماسك ما بين الكالكينيس والنافيكولر ده بيبقى very tight وبيبقى عامل medial subluxation او مساعدة على medial subluxation بتاع فلازم تعمله عشان تقدر تعمل reduction تاني حاجة زي ما احنا شايفين ادي كلها من اول الدورزة لغاية كلها تالت حاجة زي ما احنا شايفين برضو كله اخر حاجة دي المفروض اللي هي المفروض اللي هي المفروض اللي هي البلانتر فاشيا بغضل بتعمل لها من عند ده بالنسبة لي طيب ازاي تقدر تقول ان انت عملت مفروض المفروض ده لما تعمله تبقى تقدر تقوم فلو انت عملت وليسه الناس يجب أن تكمل الريليز حاجة تانية مهمة جداً احنا الام من الريليز اللي احنا كنا نفتكر انا قلنا الفوت كلها تتحرك حوالين الهدف دا تيلس وفي نفس الوقت التيلس والكالكينيس على بعض بيبقوا الاتنين انفرتد التيلس اكسترنا الروتيتد والكالكينيس انفرتد عشان تفكوهم من بعض وتبتدي الكالكينيس ترجع تاني انفرتد ويرجع النورمال اناتومي او الزاوية النورمال مبين التيلس والكالكينيس لازم الاتنين يتفكن understandable هما الاتنين دلو مسكين ببعض بايه، مهم يعني بج emerce سابة التيلس والكالكينيس لانها بيقظ مخورط ت خشز acabar لك بعد كده فمهمة قوي لما نيجي نفك السبتيلر جوينت السبتيلر جوينت اتفكتها من عميديال سايت وبوستيرير ولاترال بتعمل كمبليت ريليز للسبتيلر جوينت بس بتفك الجوينت كابسول بس انما ما تقطعش الانتراوسيس اللي بين التيلس والكالكينيس عشان ما يحصلش ترانسليشن للكالكينيس فيحصلك اه كالكينيس ديفورمتي يبقى دلوقتي الده باختصار الميديال ريليز تمام? تيجي بقة عند اللاترال ريليز احنا خلاص سلكنا ميديال هنفتح على اللاترال صايد لاترال صايد حاجات قليلة ليس حاجات كتيرة اهمهم الكابسول الكابسول اللي هي اللاترال سبتيلر جوينت ما بتفتحش الكالكيني يس من على الاترال صايد احنا بحاجة الكالكينيس Elephone بتفتحها nailed لمن ايه élاني بيبقى فيه اللاترال سايه ليلة صايد بس لالبيز لازمة فلازم تريليز الميدي الكابسول من ميدي الكالكينيو كيبويت كابسول عشان تقدر ترجح انما بتفتحش من العلاتير الصايد. فالجوينت اللي بتعملها ريليز من العلاتير الصايد هي السبتيلر جوينت وبتعمل ريليز للبرنيا التندونت شيس بس من غير ما تعمل لان شيس ده بيشتغل بيشتغل كاتدر يمنع بتاعك في يفضل انت تعمله الأخير حاجة الكالكينيوفيبيوليجامنت اللي نحن شوفناه في صورة الفاتحة لان الكالكينيوفيبيولياليجامنت ده بيبقى م guts لانه بيبقى م First لذلك فبيمنع ال告訴 components وبيمنع حركة ال precedence فالجانب هوسي فلازم تشتغل له What That means يبدأ جدا بالنسبة للترال ريليز والترال ريليز كده انت عملت دلوقتي تبقى فاضل عندك الـ posterior release بتاع الـ Achilles وتبقى الدنيا سهلة. فيه tip مهمة جدا 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 ان احنا المفروض ان احنا بنثبت بعد ما بنعمل الـ Reduction للـ Navicular والـ Keyboard على الـ Tails والـ Keynes لازم نعمل لهم Provisional Key Wire Fixation تمام؟ الكلام ده قبل ما نعمل الـ Posterior Release. طيب احنا بندخل الـ Wire ازاي؟ بندخل الـ Wire في الـ Tailos من Posterior الـ Anterior لغاية الـ Head وبتمسك الـ Wire ده او بتشتغل بيك جويستيك عشان تعمل الـ Reduction للـ Tailor-Navicular Joint. وبتدخل الـ Wire تاني عنده الـ Calcineo Cuboid بعد ما بتعمل الـ Media Release للـ Calcineo Cuboid Joint. وعملت Lateral Release للـ Calcineo Fibular Leglemento Sub-Tiller برضو بتعمل الـ Reduction للـ Calcineo Cuboid Joint وتعمل لها Fixation. كمام؟ الـ K-Wire بيخش من عند الـ Posterior Tailos لغاية الـ Tailor Head. وبتكوريكت بيه الاول الـ Tailor-Navicular Joint وبعد كده بتدخل الـ Second K-Wire بتاع الـ Calcineo Cuboid Joint. بلغاية كده فهمنا بتشتغل الـ Posterior Media Release وبعد كده بنعمل Lateral Release من عن طريق الـ Lateral Incision بتشتغل على الـ Calcineo Fibular Leglemento والـ Sub-Tiller وبعد كده تدخل الـ K-Wires. الصورة دي موضحانا واحد من الـ Incisions اللي هو الـ Cincinnati Incision. بس دي بتورينا احنا ازاي بنسلك الـ Joint. لو احنا شايفين دي الـ Sub-Tiller Joint. ودي الـ Ankyl Joint. الـ Sub-Tiller Joint زي ما احنا شايفين. و الـ Ankyl Joint نفس الكلام بس الـ Ankyl Joint بيبقى اكثر اكثر بتاعها بـ Posterior علشان الـ Aquinas. بس الـ Sub-Tiller مهم جدا ان تعمل الـ Sub-Tiller Joint من غير ما تقطع الـ Inter-Oxias Leglemento عشان تقلاوا الـ Rotation بتاع الـ Thales والـ Calcineus ان هما يرجعوا للـ Normal Position بتاعها. طيب. دي الـ Calcineo Fibular Leglemento. اه هنا الصورة دي اه بصراحة صورة حلوة قوي حطيتها بس عشان برضو الناس تمركزها معيها في الموضوع. ده بحط لك الـ Anatomi بتاع الـ Leglemento كلها والـ Capsules اللي بتعمل لها ريليز. لو جينا نبدي كده الـ Calcineus وهنا الـ Thales المفروض ان هي Covered بالكابسول. وده الـ Navicular. بعد كده الـ Cineiform. وميتاترسل. احنا قلنا الـ Joints اللي بتحتاجها اتفتح الـ Talo-Navicular Joint. وده الـ Sub-Tailer Joint. تمام؟ الـ Sub-Tailer Joint من على الـ Medial Side والـ Lateral Side والـ Posterior Side هنقولها دلوقتي. ومعهم الـ Ankyl Joint برضو من على الـ Posterior. وكل الـ Ligaments اهمهم الـ Spring Ligaments والـ Calcineo Fibular Leglement على الـ Lateral Side. تمام؟ يتبقى عندنا الـ Equinous Deformity. الـ Equinous Deformity عشان تصلحه ده بالـ Posterior Release. الـ Posterior Release ده لي حاجتين. اما تعملوا بطريقة التركو اللي هو الـ Straight Longitudinal Incision على الـ Lateral Border. او بطريقة الـ Norris Curl اللي هو الـ Posterolateral Incision. تلأ حاجتين بس اللي بنعمل لهم ريليز Posterior اللي هو الـ Achilles tendon والـ Joints. الـ Joints هم 2 Joints. الـ Posterior Sub-Tailer Joint والـ Ankyl Joint. ريليز Posterior Mحمد. ممكن بس عشان فيه الصوت أسرع شوية من الصورة فلو يعني تبطر شوية. طيب ماشي. يبقى دلوقتي بعد ما خلصنا الـ Postero Medial والـ Lateral Release دخلنا على الـ Posterior Release. وقومنا الـ Posterior Release بنسلك الـ Two Joints اللي هم الـ Ankyl والـ Sub-Tailer Joint. وبنعمل لانسلنج للـ Akylis tendon. ده الـ Release. الـ Akylis tendon release هنا formal لانسلنج. formal لانسلنج يعني يعني بش بتعمله بيركوتينيس زي بتاع البونت سيتي. لا ده انت بتعمل الـ Incision وبتعمل Z plus T وبتقطع الـ Distal cut بتاعتك medial بش لاترل ليه؟ لان الـ Akylis بيبقى inserted medially شوية نتيجة medial division بتاع الكالكينيس فبيبقى inserted medially في الكالكينيس. فانت بتبقى محتاج ان انت تعمل له release من عند الـ Medial Attachment بتاعه عشان يبقى الـ Line of Pool بتاعه مور لاترل ويساعد معاك في الـ Reduction بتاع الكالكينيس. تمام؟ يبقى ده كده بالنسبة للـ Posterior Release. طيب نرجع بقى النقطة تانية اللي هي بتاعت الـ K-Wires. احنا خلاص عملنا lateral release وميديا release وحطينا الـ K-Wires. زي ما احنا شايفين بقى هنيجى عند الصورة على الشمال هنا. اول حاجة احنا قلنا بندخل الـ K-Wires في الـ Thales. تبتدي تعمل الـ Reduction وبعد كده بتـ Advance الـ K-Wires في الـ Navicular. ده اول وير بيخش. انت الـ Aim بتاعك في الـ Reduction انت تـ Reduce الـ Telonavicular Joint هي اول Joint المفروض تعمل لها Reduction. تمام؟ مجرد انك رديت الـ Telonavicular Joint بيحصل Spontaneous Reduction في الكالكيني كيو بويد. فبتعمل اخر الـ K-Wire Fixation للكالكيني كيو بويد. The second point of fixation عشان توصل لـ Stabilizing or Stabilized Food. لو احنا بصنا في الصورة دي. ده lateral view للكالكينيس. قبل ما الـ Thales تبقى Reduced في مكانها. لو احنا بصنا هننقل ان الفيبولة بتبقى Posterior Displaced The Nativity Rotation بتاع التيلس في الـ Ankyl Mortis. التيلس والكالكينيس بيبقى Rotated في الـ Ankyl Mortis. وبالتالي بتبقى الفيبولة Displaced Posterior. اول ما بتعمل الـ Reduction للـ Telonavicular Joint وبترجع التيلس مكانها. بصوا الفيبولة بيحصل فيها ايه؟ الفيبولة بترجع Normal في الـ Lateral View. فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن تعملها Intra Operative عشان تشيك الـ Reduction بتاعك مزبوط ولا لا. تمام؟ احنا كده خلصنا Poster Medial والـ Lateral Release. نيجي عند الـ Turco Modification. نورس كارول هو عمل تقريبا نفس الـ Steps بس زود عليهم حاجتين. زود عليهم Poster Facial Release. تاني حاجة الكابسولوتوم بتاع الكالكيني كيبويت. دي مهمة قوي من ضمن الحاجات اللي ضافها Norris كارول. هو ضاف الـ Planter Facial Release لأن نورس كارول لا إن معظم الحالات بيحصل لها في حالات كتير بيحصل لها ريلابس بعد الـ Postal Media Release. غالبا بسبب الكيفس إن الكيفس ما تصلحش. فالكيفس عشان يتصلح لازم يعمل release للـ Planter Structures وأهمهم هي الـ Planter Facial. فنورس كارول عمل ايه؟ نورس كارول فتح الإنسجن بتاعه لو إحنا بصنا على الصورة دي. الحاجة اللي هي أضافها أو اللي يزودها في الموضوع إنه هو بيدخل وانسجر يقطع بـ Planter Facial. معها الـ Flexible Digiturum Previous والـ Abductor Digit Minimum. كـ One Cut. الثلاثة Structures دول اطلما بتقطعوا بيريحوا الـ Planter Tethering وبيقللوا الكيفس ديفورمتي اللي موجود. إنما نفس الحاجات اللي تعمل لها ريليزز في التوركو هي هي اللي بيعملها نورس كارول. طيب. وكمان بتاع النورس كارول بصراحة أحسن شوية من السكار بتاع توركو. يعني البوستر وميديال انسجن سكارب بيبقى قوي وبيبقى واضح قوي في الأطفال اللي حصل لهم. طيب. إحنا كلمنا إن ده الشغل اللي بتعمل في الأطفال عند أربع سنين. لغاية أربع سنين وانس إن الطفل عدد للأربع سنين بيبتدي البون يبقى ديفورمتي. وبالتالي الصوف تيشورليز بيبقى أصعب. الريدوكشن بيبقى أصعب. فابتدينا نخش في محتاجة عمليات أكبر شوية عشان تكوريكت الفوت ديفورمتي. فهناتكلم على كل ديفورمتي برسي موجودة. الديفورمتي اللي احنا نتكلم عليه هنتكلم على الريسيديوال ادكتس. كل بروسيديور من دولة ممكن يتعمله كسبب البرسيديور أو يتعمله كمبايند. يعني يعني انت البرسيديور دي ممكن تعمل أكثر من بروسيديور في نفس الطفل. احنا قلنا احنا نتشغل في الطلب فوت الا الكارت. فلو انت شايف ان العين عنده اكثر من ديفورمتي هنعمل كيزا او هنعمل كمبايند بروسيديور مع بعض. لو انت شايف ان العين عنده واون ديفورمتي هنعمل واون سيرجيور كوريكشن. هنتكلم على ديفورمتي ديفورمتي وازاي نصلحها. اول حاجة رسيد والأدكتس. يعني هي أدكتس. هنه أدكتس يعني حصل في الفور فوت معها سوباينيشن. ببعض الريسيد والأدكتس بتصلح بحاجة اسمها لاترال كولم شورتنين. يعني هي لاترال كولم شورتنين. هنا عشان الفوت تبقى ميديا لديفياتد كده اللاترال كولم اللي هو بيتمثل في الكالكينيس مع مع الفيفسي من الترسل بيبقى زين الميديا الكولم. فالحل ان انا اثر شوية ده فاقدر اه 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 اقدر ان انا اطول الميديا الكولم او اعدل الميديا الكولم وريستور النورمال اه لاترال بوردر ستريت لاترال بوردر بتاع كولم. عشان اللاترال كولم شورتنينج ده يفضل في السن من اربع سنين لتمان سنين. اقل من كده احنا قلنا بيبقى كافي. فوق التمن سنين غالبا بتبقى وممكن ان تحتاج اه اه مور سيرجيكال انتورفنشن عن اللاترال كولم شورتنينج ده. طيب. اللاترال كولم شورتنينج التهيري بتاعته طلعت نتيجة ان اه نوريس كارول لما عمل اه اه ستادي اه لي اكتر سبب او اه السبب الرئيسي في البرايمي 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 بتاع اللاترال كولم شورتنينج ده على اساس انه هيصلح الكلكينيو كيوبايد جوينت ابليكتي وهيقصر لاتر الكولم فيديني الكوركشن المطلوب البروستيزورز اللي عندنا اللي بنستخدمها في اللاتر الكولم لشورتنج هم اربعة اول حاجة الكلوزنج ويجي اوستيوتومي في الكالكينيس تاني حاجة الاكسجن بتاع الانتيور بروسيس في الكالكينيس تالت حاجة الكالكينيو كيوبايد ويجي ريسكشن اللي هي الـ events طبع حاجة الكيوبايد أستيوتومي او الدبل كولم أستيوتومي وهنشرح كل الحاجات دي بالتفصيل كل الحالات اللي بنشتغل فيها كاستيوتومي في الكالكينيس او في الكيوبايد يفضل ان انت تعمل قبلها باستروميديا ريليز يا اما تعملها في سيبرت ستيجز كتو ستيجز اول ستيجز ان انت تعمل ريليز وبعدها تعمل أستيوتومي او ان انت تعملهم كولم في واستيجز يبقى احنا دلوقتي لو احنا عندنا الـ recidual adductors for food adduction هنشتغل عليها بلاترال كولم شورتنج لاترال كولم شورتنج بيعتمد على انك بتشتغل على الكالكيني كيوبايد ارتتيوليشن عشان هو ده السبب الرئيسي او الـ primary pathology في الـ adductors او هو ده الـ apex بتاعتنا او الكورة بتاعت الديفورمتي بنشتغل عليها باربع عمليات ممكن يتعملوا الـ closing wedge, osteotomy, الاكسجن بتاع الانتيريور بروسيس اللي هي لكي بلو الـ events والكيوبايد هنتكلم عليهم واحدة واحدة انسجن بتاعنا انسجن عادي جدا على الـ lateral surface بتاع الكالكينيس زي ما احنا شايفين بيبقى ده ده على الكالكينيو كيوبايد جون وبعدها لكي لكي تختار من اربع عمليات عملية اول واحدة اللي هي انت تعمل closing wedge osteotomy في الكالكينيس عملية رقم اثنين ان انت تعمل excision للانتيور بروسيس بتاع الكالكينيس بس عملية رقم ثلاثة ان انت تشيل الكالكينيو كيوبايد ارتتيوليشن نفسها هن بتعمل fusion هنا عملية رقم اربع ان انت تعمل closing wedge osteotomy field cuboid وان كان في ناس كتير ما بتفضلهاش لان في ناس بتقول ان primary pathology بيبقى في الجوينت اكتر منه في الكيوبايد فانا بالتالي لما بشتغل على الكيوبايد بعدت شوية عن الـ apex بتاع الـ deformity عندنا لابع عندنا الصورة دي موضحة الاربع عمليات اللي بتشتغلهم اول واحدة اللي هي closing wedge osteotomy field calcinius ان انت بتشيل wedge من الكالكينيس يبقى هنا الجوينت بتبقى موبايل انت ما عملتش ما عملتش fusion انت كل اللي عملته ان انت قصرت الـ lateral column بان انت شلت وجه من الكالكينيس انما الجوينت تاني تاني حاجة اللي هي دي اللي احنا قلنا closing wedge تاني حاجة اللي هي اللي هي excision للأنتيربوسوسط على الكالكينيس هاي دي نوع من انواع resection arthroplasty يعني انت شلت الـ anterior end أو الـ anterior surface بتاع الكالكينيس فقصرت الـ lateral column بس في نفس الوقت عملت سمسورته في pseudoarthrosis هنا ففي شوية mobility في الجوينت ما عملش stiff joint أو ما عملش فيوزد جوينت تالت operation عندنا اللي هي الـ events ده اللي هو بيعمل complete resection للكالكينيس كيوبايد جوينت وبيعمل fusion في الكالكينيس كيوبايد جوينت ودي بصراحة من ضمن العمليات اللي بتدي stability جامدة كويسة جدا وبتعمل بتدي results satisfactory results كويسة قوي والrecurrence بتاحها قليل في lateral column shortening osteotomy اخر حاجة الكيوبايد الكيوبايد ممكن لو عندك severe deformity ممكن تعمل كيوبايد closing osteotomy وتعمل كيوبايد cancellation يعني شيء الكيوبايد خالص وكمان لو more severe ممكن تأد medial column osteotomy ان انت تاخد وج من الكيوبايد وتحطه في medial كيوبايد فتعمل حاجة اسمها double column osteotomy عشان تصلح الـ deformity بس لا طبعا لو الحالة severe يبقى دلوقتي عشان سامرايز تاني العمليات اللي بتتعمل في residual الدكتس لو انت جالك الطفل حصل له relapse وعنده residual الدكتس بنعمل عندنا اربع عمليات اساسيين اول عملية اللي هي lateral closing osteotomy في الكالكينيس ان انت تشيل وجه من الكالكينيس وتقفله وده يرجعلك straight lateral border او ان ان انت تشيل anterior process في الكالكينيس اللي هي وتسيبها او ان انت تشيل الجوينت خالص كالكينيس وتعمل وده يقلل لك الـ recurrence او لو عندك severe deformity واللatera column shortening لو مش هيكافي ممكن تشيل وجه من الكيبايت وتعمل كمان وتحط وجه في الكيونيفورمة فتعمل حاجة اسمها double column استيغمي عشان تطول الميدией القولم ويتأثر اللاتر الأيال دي كده العمليات اللي بتتعمل في حالات Residual forefoot adduction طائب اه في بالتصصص صلحنا العيان وقالك العيان بـ مثبته سواء معه forefoot adduction او معهش احنا قولنا العيان ممكن يكون عنده one element وممكن يكون عنده اكتر من element فممكن تعمل one surgical procedure او ممكن تعمل اكتر من سرجical procedure طيب العيان عنده رسيديو الاكوينيس الاكوينيس ده ممكن يكون بسبب الصوفتشو بس وممكن يكون بسبب البون بتشتغل عادي جدا صوفتشو ريليز بعيكات افاليويت ما تحسنش بتعمل اللاترال كولوم لانسنينج لان سيوريتيك اللاترال كولوم لانسنينج بيقلل شوية الاكوينيس عن طريق انه بيعمل بيزاود الدورزيكشن على مستوى الميد طرس الجوينت ما تحسنش تبتدي بقى تشتغل على البوني تشتغل تشتغل بوني عشان تصلح الاكوينيس عندنا ثلاث حاجات مهمين جدا او ثلاث عمليات بنشتغل بيهم على التريكمينت بتاع الاكوينيس اول حاجة ان انت تعمل نافيكيليكتومي هو سبب الاكوينيس غالبا بيبقى ان النافيكيلر عاملة زي هنج منع الريداكشن بتاع التيلو نافيكيلر جوينت فتعمل لها اكسجن فلو انت شلتها خلاص بتبقى التيلس ارتكيلوتنج مع الكيونيفورم وبيبقى فيه او ان انت تشيل جوز امان di heads of the طيرس مسلا العملية دي بصراحة بتعملLness جامل جدا فيرفت وبصراحة انا ما بحبهاش او ان انت تعمل店되는 personeònونيس غ PRS او ان انت تشيل مع ده بيديك بصراحة او في حالات طيب. ثالثة حاجة موة تتبع عندنا رزيد والفاروس احنا قلنا الفاروس بيحصل على مستوى الكالكينيوس. يعني الكالكينيوس بتبقى نانية او بتبقى نشرقا. ما تصلحتش عندنا. عندنا تلت حاجات ممكن نشتغل بيهم على الكالكينيس يا. آآ ه Heritage الأ accessing. يا إما تفتح وجي الاتريل يا إما تفتح وجي ميدهية يا إما تعمل سلايدن. ما فيش غير تلت حاجات دول. يبقى. عشان نسمح ال 31 في الكالكينيس يا إما تفتح وجي الاتريل يا إما تفتح ويتجي ميديل ياما تعمل سلايدينج أوستيوتومي لو هتفتح لو هتقفل ويتجي لاترال اللي هي لو هتقفل بتفتح على الكالكينيا سعادي جدا وبعد كده بتاخد واحد واحد برا للسابتيلر جوينت واحد برا للبوسير تيبروسي بتاع الكالكينيس ده بيديك الويتج اللي محتاج تشيله وبعد كده بتشيل الويتج ده خالص وتروح عامل تثبته بقى بستابل تثبته بمسمار تثبته ببعيرات ده اللي هي ودي حاجات اللي بتدي تاني حاجة ان انت تفتح تفتح بس ده في مشاكل فتحة الويتج الميديل مشاكله ايه اول حاجة ان انت بتحتاج والجرافت ده معانا ان انت هتدخل في اناثر البروسيزيو اللي اما تاخد له جرافت من الايلياك كريست فانت دلوقتي زودت الموربديد بتاعة العملية ثاني حاجة الاترال بتاع الكالكينيس ده او الميديا الويتج بتاع الكالكينيس ده بيطول شوية الكالكينيس فده بيزود التايتنس بتاع الاكيلس فيحتاج معاه بتاع الاكيلس تندن ثالث عملية ان انت تعمل سلايينج استيوتومي ده عماليه بسيطة جدا بتفتح لاترال انسيجن برالي للبرينيي او البرينيال تندن كورس وبعد كده بتعمل استيوتومي للكالكينيس الاستيوتومي ده يبقى باستيرير لالسبتيالر جويند وانتيرير خلال القليل ومريح الاخلوس يقوم ب실패 للطبيcmotor بهم دولة التلاتة عمليات اللي بتعملوا في الكالكينيس رابع حاجة الفورفوت سوباينيشن بحنا تكلمنا دلوقتي على الفورفوت كلمنا على الهيل فارس كلمنا على الاكوينيس واخر حاجة سوباينيشن ده ممكن يكون ديناميك وممكن يكون فكسد او ريجد سوباينيشن يعني ايه سوباينيشن يعني الفيرسن بترسل بيبقى اه لو ديناميك ديناميك يعني يقدر تعمله يعني لو مسكت رجل الطفل وعملت له اه كولمان تست هتلاقيها او لو عملت وعملت فورفوت ابداكشن هتلاقيها اه بتريدوس يبقى ده معناه ديناميك يبقى ده اوور اكتنج تيبياليس انتيريو فحل له تيبياليس انتيريو طيب لو ريجد ديفورمي ما بتتصلحش معانا يبقى ما عندنا حلين اا ا 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 ان تركو لورا الذي يجب عليك ان تركو تركو في حالة تاجعة الاستوامة مواطنة مواطنها بتاع التبياليس انتيرور في الكني فورم والباس بتاع الفيرس مترسل بترفحها وبعد كيها بتسلكها لغاية الانفيريور اكستنسور ريتناكلم وبعد كده بتروح اناظرة فتح اناظرة على الكني فورم اصاد الكني فورم وبتروح اعمل اه دريل هول وتعدي منه التبياليس انتيرور كانوا زمان بيعملونا بس دلوقتي بنا بنعملها بس عشان نحافز على عشان محصلش بوسترنجن للتبياليس انتيريور تندن فبنعديها وبنربطها على الصول ونحط العين في جبس المدة شهر ونصف طيب ده لو ديناميك انما لو استاتيك قولنا حاجة من الاتنين ايام ما نعمل مترسل استيوتومي كمبليت مترسل استيوتومي يعني ناخد من اول ميديا الكينيفورم لغاية الكيبويد كمبليت ويتج ريموفل او ان احنا نعمل دابل كولم يعني ادي الكيبويد ناخد وجه من الكيبويد عشان نقصر لترا الكولم ونفتح الميديا الكينيفورم ونحط فيه الوجه عشان نطول الميديا الكولم ده يساعد معانا في الريستوريشل للنورمل اه شاب بتاع الفود دي صورة العيان نعمل كمبليت وجه زي احنا شايفين شايفين الوجه بتاع الميت ترسل او بتاع الميت ترسل البونز من اول الكينيفورم لغاية الكيبويد وجه كبير بصراحة اخر حاجة بقى احنا دلوقتي خلاص الطفل عدم تمان سنين او تسع سنين جاي بقى خلاص قرب على الادوليسنس بقى عنده عشرة اتنشرة سنة عنده سيفير ديفورمتي البروستيزور اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها مش هتقدر توصل بيها الفول كوريكشن ليه لان خلاص البون بقى ديفورميد التندونز والمسلز بقى ديفورميد فالاستيوتوميز اللي واحدة مش هتبقى كافي الحال ان انت تفك العظم كله من بعضه وترجع تركيبه تاني اللي هي العملية بنكلم عليها تريبل ارسلوديزيزيز اعني ايه تريبل ارسلوديز دي ان انت بتفك الميت فود كلها وبترجع تركيبها تاني بس يفضل متعملهاش قبل سن اتناشرة سنة عشان ميحصلش جروس ريتارديشن وتمام ويهمنا قوي لما نيجي نشتغل في التريبل ارسلوديزيز تريبل ارسلوديز انت مفروض بتثبت تلاتة جوينز بتثبت التيلو نافيكيلر بتثبت الكالكيديوتيبايد بتثبت الساب تيلر وبتحتاج تريسكت كل الارتكولر سيرفزز بتاعة التيلس وبتاعة النافيكلر وبتاعة الكيوبويد وبتاعة الكالكينيس مهمة لما تيجي تشيل عظم من التيلس ما تشيلش كتير قوي ليه لان التيلس من عظم البلاتسابلاي بتاعها تنشوث قوي والبون فوليوم بتاعها نفسه قليل فلو عملت ريسكشن العظم كتير من التيلس ده بريسك ان يحصل مشاكل اي بي ان فيها عندما عندك الكالكينيس دي فيها ريتش بلات سبلاي وحجم العظم الكبير فممكن تشتغل عليها احسن التكنيك بتاعها ازاي؟ الانسجن بتاعنا في الكالكينيس اللي هو الستاندرد اول ييرز اللي هو شكله عامل ازاي اهو ده الستاندرد اول ييرز الول ييرز بيبقى الانسجن بيبقى سنترد على السينستر سايد يعني انت بتحس السوفت سبوت تاع السينستر سايد وبتبتدي من عند الدورزن بتاع الفوت وتاخد كيرفت انسجن سنترد على السينستر سايد تحت الاتريال ميليوس وانتهي عند الكالكينيس تحت ده عشان يديك اكسفوجر كويس للعظم بتاعك اول ما بتفتح بتلاقي عندك بتلاقي عندك الكالكينيس كيباي جونت متغطية بتعمل الارتيكولر بتاع الانتير البروشيس بتاع الكلكينيس. وتشيل الارتيكلار بتاع او الكارتلج بتاع الكي بويد. بعد كده بتخش على السابتيلر. السابتيلر بتشيل كل الارتيلر شيرفش بتاع السابتيلر جوين من عند الانتر الالتيلس والكلكينيس. مهمة قوي انك تتطمن ان تشلت كل الكارتلج عشان توصل لفوجن كويس. تعال كاية بتروح مدخل هومان تعلقوا على بتاع التيلس هنا وتروح عامل بتاع التيلو نفيكولر جوينت طيب لو جينا بصنا في الصورة دي ادي التلاتة جوينتس اللي بنشتغل عليهم الكالكينيوكيبوي جوينت التيلو نفيكولر جوينت وصف تيلو بعد ما بتريموف كل بتبتدي تعمل للفوت في النورمان وتسبتها طيب لو احنا رجعنا تاني هل كل الحالات بتكتافي فيها بان انت تشيل الارتيكولر شرفيس بس لا في حالات بتحتاج تشيل فيها وجات وخصوصا لو والوج اكتر بيبقى لاترالي لاترالي يعني من عند على المستوى الكالكينيوكيبوي جوينت ممكن يوصل لسنطي ونص اتنين سنطي ده في حالات كمان ما بتعرفش تعمل فيها للتيلو نفيكولر جوينت فبتحتاج تعمل بالتكنيك بتاع اللي هو ايه لو كان بيشيل من اول الهد من اول الهد لغاية ويروح عامل الهد كالكينيوكيبوي جوينت وممكن كمان تضطر تشيل وجه من وجه كبير من عشان تقدر تعمل للتيلو نفيكولر جوينت تمام بعد ما بتعمل التريبل ارسوديز بتاعك وبتسبت الجوينت مهمة قاونة بس يا يسين يا حبيبي بس في بعظم الحالات ما بتحتاجش لان انت لما بتعمل سبتيلر جوينت او سبتيلر جوينت ده بيأثر اصلا السبتيلر جوينت وبالتالي بيدي لك شوية لانسة للاكيليستندون فممكن ما تحتاجش تعمل الاكيليستندون لانسنينج بتخليه الاخر خالص بعد ما بتخلص التريبل بتاعتك وبتخلص الفيكسيشن تبتلت تيفالويت الاكيليستندون تاني طيب البلانتر فاشي الكلام لو في لسه ريزيدي والكيبس بتعمل البلانتر فاشي تمام وبرضو ان انت لما بتريسيكت الوجات اللي بتشيلها من التيلونافيكورو والكالكينيكيوبويد برضو ده بيأثر الفوت وبالتالي بيخلي البلانتر فاشي مور لاكس فممكن ما تحتاجش برضو ان انت تعمل ريسيكشن هتعمل ريسيكشن او ريسيشن للبلانتر فاشي ده التريبل طب هل في انازر بروسيدور تانية ممكن تعمل في الالدر ايج اه التليكتومي يبقى احنا دلوقتي في الالد ايج اللي هو فوق عشر اتنشر سنة لو سيفير ديفورمتي ممكن يبقى عندك تليكتومي بروسيدور تليكتومي او التريبل بس طبعا التريبل ليها سوبريريتي جامدة جدا على التليكتومي وهنقولها احنا بصراحة بنخلي التليكتومي لحالات معينة اهمها الحالات اللي هي فيها في ميلو ديسبليزي او ارثرو جايبوزيس حالات الارثرو جايبوزيس بالذات الريكارنس بتاحها بيبقى عالي جدا والديفورمتي بتبقى سيفير فبنفضل فيها التليكتومي او في حالات اه التليكتومي فوق عشر او اتناشر سنة ومش امنبول ان انت تعمله تريبل ارثرو جايبوزيس لأي سبب من اسباب ديسبانش بتاعيتها طبعا ان هي بتعمل لك ان كونجرونت جايبوزيس خالص وبتخلي الارثرو جايبوزيس بتاعك من التيبيا للكالكينيس اه بيحصل سودو ارثرو جايبوزيس في حالات كتير بس هي بتديلك بلانتيجريتفوت يعني في الاخر بتاخد بلانتيجريتفوت بس ممكن ما تبقاش اه اه او ما تبقاش اه استيبو ده التليكتومي حاجة صغيرة بس هنتكلم عليها مع فريسيديوالديفورمتي بس عشان ما ينسهاش اللي هي الانترنال بعض الاطفال طبعا بيبعندهم ودول بعد ما بتصلح الديفورمتي بتاعة الفوت خالص ممكن تعمل لهم ده تعمل لهم عن طريق ان انت بتعمل بتكسر فوق الماليوليس يفضل انك تكسر الفيبيولة لو هتعمل اكتر من عشر خمستاشر درجة لان انت لو ما كسرتش الفيبيولة ومحتاج تلف كتير كده هتلف بتاعك مش هيبقى التيبيا اللي انت بتلف حواليه هو الفيبيولة فده هيعمل جامد جدا على مستوى الاستيوتومي بتاعك فلو الانجل اللي انت هتعمل لها اكتر من عشر خمستاشر درجة يفضل ان انت تعمل كمباين دي تيبيا وبعد كده تعمل دي روتيشن عشان يبقى روتيشن على المستوى الاكسس بتاع التيبيا في الاخر هنا بنعمل الالجريزم صغير احنا لو قلنا جالك طفل فوق السنة عنده عملت له ومحتاج تعمل او يعني ما تعمل نفيكيليوكتومي وهي الـ او تعمل الاستيوتومي لو معانا كمان بيرسستنت سوبينيشن لو ديناميك هنصلحها بالتبياليس انتيرو ترانسفير او فكسد هنعمل كيليفورم استيوتومي سواء ميت ترسل كمبليت كيليفورم استيوتومي من النيديا الكيليفورم لغاية الكيبايد او ان احنا نعمل دابل كولم استيوتومي في النيديا الكيليفورم والكيبايد اخر حاجة هيا الـ 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 العينين اللي فوق عشر اتناشر سنة عندهم سيفير ديفورمتي ونط امنبل للتريتمين ويبقى عندنا اللي الظروف هنتكلم عليه دلوقتي اللي الظروف طبعا زي احنا شاكين ان معظم الديفورمز بتاعت الفوت ممكن تصلحها من غير اللي الظروف طب امتى هشتغل باللظروف ايه الحاجات اللي تخليين تقول لا انا مش هعمل استيوتومي في العين ده انا هنخش باللظروف اول حاجة ان يكون عندك سيفير سكارز لو العيان ده عنده سكارز كتير في الفوت وبش عارف تفتح فيه انسجن او الانسجن بتاعك ريسكي ان انت ممكن تحط مشروط فيه فيحصل مشكلة في السكن فده من ضمن العيانين لانديكات ان انت تعمل لهم الظروف او لو انت العيان ده محتاج تعمله اخر بروسيديور معها سواء لانسنينج في الفوت فممكن تعمل الظروف عشان تكونبين الاثنين مع بعض الظروف بيسيب لك من ضمن المميزات انه بيحافظ على اللينس بتاع الفوت ما بيقصرش الفوت زي تريبل ارثروديز التريبل ارثروديز الفوت بتبقى فيها ستيف والالظروف بيبقى الفوت ستيف بس الفوت ستيف ولونج في الظروف وبتبقى ستيف وشورتر في التريبل بس لقوا ان الادفانشز بتاعة الشورت ستيف فوت بتبقى احسن من اللونج ستيف فوت بتاعت الالظروف يعني كل ما تكون الفوت ستيف بس الشورت بتبقى احسن في الموبمينت وفي الفين وفي الحركة من اللونج ستيف فوت وبالتالي تريبل لها أدفانشز على اليزارو في الموضوع ده طبعا الالظروف ممكن تكونباين بسوفتشورليز الاول او ممكن تشتغل على طول الازارف كبرايميري من غير ما تعمل صف تشو ريليز تمام الانسيدنس بتاع الريكارنس في الازارف صراحة قليل شوية بقدر توصل بي لبلانتي جريد فوت كويس ومهم جدا في حالات اللي فيها سكارز كتير السرجيكال تيكميكس بتاعنا هو بيعتمد على حاجة اسمها ديستركشن هستيوجينيسيس بش أوستيوجينيسي هستيوجينيس لان احنا بنشغل على مستوى الصف تشو بش مستوى البون قلنا ممكن نكمبين بصوف تشو ريليز ووستيوتوميز قبل العملية او ممكن نعمل برايميري لازارف كلوزد ميسود من غير ما نفتح خالص نعمل كلوزد اللازارف ريليز عندنا اللازارف لما هنستخدمه في الفوت فيه ثلاث حاجات عندنا كلوزد و اوبن والكلوزد بيتقسم لكونستريند ونكونستريند يعني ايه؟ احنا ممكن نستغل بالالزارف بالاوبن ميسود يعني نحط جهاز للزارف اللي هو بيتكون من جزئين وفوت فريم بس الفوت فريم منفصل عن وكمان الفور فوت ممكن تبقى منفصل عن ده اسمه اوبن اوبن يعني كل حاجة الوحدة اوبن ده عيبه ايه؟ عيبه ان انت مش متحكم في بتاعك وبالتالي ده ممكن يعمل لك او ممكن ما تقدرش توصل بيه لكومبليت كوريكشن طيب الـ ان انت عندك الفريم بتاعك والفوت فريم بتاعك مع بعض مع بعض ادي الـ بس الفرق بين الـ ان الـ بتراعي فيه الهنجات يعني بتحط الهنجات عند الـ انما الـ ممكن تحط الهنج في اي حتة بعيدة عن الـ مشكلة 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 ان انت ممكن برضو يحصل لان انت بش حاطة الهنجات عند الـ وممكن ده يعمل لك مشاكل في الـ نعم الـ انت حاطت بالزبط الهنج عند الـ وتبتدي تصلح عليه يديك تمام اه ده بالنسبة لـ بتاع الـ اشان اتكلم فيه بالتفصيل اوي لان هو موضوع كبير يعني اه بس مهم ان احنا نعرف الفرق بين الـ و في الـ اخر حاجة نتكلم عليها الـ اه بتاعت العمليات سواء او سواء الاستيوتومز بتاعت الفوت اول حاجة ده ممكن يحصل حتى بعد وفي الغالب ممكن بسبب ان انت ما عملتش اه اه او ان انت مثبتش بـ اه في الـ او ان انت شلت الـ بدري شوية تاني حاجة ممكن يحصل اللي احنا بنقول عليها ان ممكن يدخلك الفوت في الـ تمام؟ ليه سبب ان انت تدخل ان انت ما عملتش اه اه ودورزل فده يخلي يحصل دورزل على الـ ويدخللك فلو انت ما عملتش للـ يدخلك تلت حاجة من ضمن الاسباب المهمة المهمة او في الـ هو ان انت تقطع الـ بتاع التاليوكالكينيال اه او تاليوكالكينيال انتراوكينيال فده يعمل على التاليس ويخلي الفوت تخش في والـ بتعمل الـ وطبعا مش انا اتكلم معهم بالتفصيل دول يوم قاعدة لوحدهم في الـ في الـ بس سريعا كده او حصل اياتروجينيال او العين فوق 12 سنة اعمل له او ممكن تعمل او ممكن تعمل عبارة عن مبين الميت فوت يعني بتكسر في الـ عند الكيبايد لكن متعمل له العكس بدل ما كنا في الفيرس في ناخد وجه من الكيبايد ونحطه في الـ لا هناخد وجه من الميتيا الكينایف والنحطه في الكيبايد ونعمل سلال أوسيوتومية من الكيبايد بس شنه رحيمة العبار في الفرص كنا بنترانسليت من ميديا للاترال هنا هنترانسليت البوستيريو سيجمينت من ميديا ده التريبل أستيوتومي تمام أو تقنا تريبل أرث روديز من ضمن الكمليكيشن الثانية الدورز البانيون الدورز البانيون ده عبارة عن إيه بحصل زي ما احنا شايفين كده ويحصل على مستوى الهيد بتاع الفرص متطرسل بحصل على مستوى الهيد فرص متطرسل اللي احنا بنقول عليها ودي بيبقى سببها إيه؟ سببها أنه حصل أوفر بول للفليكسور هالوسيس لونجس وكمان معا أوفر بول للتيباليس أنتيرو على البيز بتاع الفرسم الطرسة فتنتج الديفورمتي اللي عندنا دي ليه الهالوكس فليكسس يبقى الهالوكس فليكسس أن الفليكسور هالوسيس لونجس بيبقى فيه أوفر بول فيشد الفالينكس ناحية الجراون وكمان عندك التابياليس أنتيرو تبقى شد الفرسم الطرسة الوفر اكتنج فتشد الفرسم الطرسة لعند البيز بروكسيما فيعملك الهالوكس فليكسس دي فورمتي ودي حلها ان انت بتعمل ريليز للجوينت كابسول الفولار جوينت كابسول وبتعمل بتشيل وجه أستياتومي من الفرسم الطرسة وكمان ممكن تعمل معها اللانس نينج ليه التابياليس أنتيرو تندن يبقى الهالوكس فليكسس من ضمن الديفورمتي اللي بتحصل في العمليات بتاعة الكلاب فوت وحلها ان انت تريليز فولر الفولر بليت لازم يبقى ريليز وبتعمل بلانتر كلوزن جوجيو ستوتمي في الفرسم الطرسة ومعها كمان لانسنج ليه التابياليس أنتيرو تندن آخر حاجة ديفورمتي بقى نتكلم عنها هي الكالكينيس ديفورمتي بتاعة الكلاب فوت ودي لما بتعمل فيها أوفر لانسنج للتيبياليس أنتيرو يبقى لما لو حصل أوفر لانسنج في تباليس أنتيرو ده بيدخل لك الفوت في الكالكينيس ديفورمتي يعني بيحصل دورزي فليكشن ولوص أوف البلانتر فليكشن أكشن بتاعي الأكينيس فالبيشنت بيعماشي على الكالكينيس ودي بصراحة من الديفورمتي الصعبة جدا في التريتمين تبتاحها التريتمين تبتاحها بيبقى عن طريق ان احنا بنعمل دابل تندون ترانسفير عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال فيحسن البلانتر فليكشن افكت عيبها ان في بعض الحالات لو انت عملت اه الترانسفير ده وعملت كمان لانسن انجلي التباليس انتيرو عشان طايت وعمل اوبر بولنجليه اه لي الفيرس من الترسل ده ممكن يعمل لك دروب فوت وتلوز الباور بتاعت الدورس فليكشن بتاع الفوت فلازم الموضوع يبقى لانسن الاسكين الموضوع الممكن تحصل عسل طايتها هي بتبقى قومن قوي في التركو او الباور بيتكертين ان انت بعد ما بتعمل الباور الموضوع بتبتدي تعدل الفوت بتلاقي ان الكافرج بتاع الباور الباور بيتكار ونتيجة ان انت طولت الباور بيتكار ففي الحالة دي انت ممكن توصل الباور بيتكار وتاخد الريضان تسكين اللي هو موجود لكرا لي تاخده اكثر ميدليا فبالتالي يقدر تعمل كافراجي ميدلي من غير انبقى فيه تايتنس او تنشن جامد على الريضان ان احنا زي ما قلنا في اول محاضرة ان احنا نوصل للبرفكشن في تريتنة بتاع نجليكت تلافوت لان النجليكت تلافوت بتبقى سوفير ان هي مش محتاج مش هتقدر توصل لبرفكت نورمل فوت لكن يهمك ان انت توصل لبلنتي جريد ان البيشن تقدر دوس على السولة وفي نفس الوقت انه يقدر يلبس شوز بسهولة شكرا شكرا البراليتك كلاب فوت دونيب بونساتي ولا او بص دايما بنبتدي بالبونساتي تكنيك لو الرجل فلكسبل ابتدي الاول بالبونساتي تكنيك وخصا لو طفل جايلك صغير وبعد كده تريزير في الصوفتشور رييز او البوني بروسيدور لو العيان جالك ريكارنت او العيان جالك نجليكت في اولدر ايج انما البونساتي انت ممكن تعمله لغاية اربع سنين ممكن تشتغل على الطفل ببونساتي احنا بصراحة بنحب نشتغل اوبراتيب برايمري من الاول خالص في العينين اكتر السندروميك زي عينين الأرثور غريبوز لاندول بيبين باورستف والريكارنتي تحهم عالي جدا انما الباراليتك هو في الغالب بيحصل له نتيجة الانبالنساتي بيحتاج صوفتشور ريكارنتي ترانسفير بعد كده بس ممكن في الاول تبتدي معه تبتدي معه بونساتي تكنيك ومانيبيوليشن وتمشي معه بالبروتوكول بتاع بونساتي لغاية ما تبتدي يحصل له ريكارنتي وتبتدي تشغل على الانبالنساتي اه ما دي من ضمن مميزات الظروف يعني الظروف بيعمل فممكن تشتغل على عيان فيه من غير ما تحط مشرق وهتلاقي الظروف بيعمل وبيحسن شكل الفروفت تمام في سؤال انا برضو ومش عارف ايه؟ ممكن تتعلمها دكتور ماشي ماشي انا فاهمه اصدو وهو اصدو ان احنا قلنا قبل ما نعمل يفضل ان انت تعمل تمام؟ طبعا انت عمرك ما هتوصل لكورريكتد بوزيشن بالسيريال كاستنج وإلا ما كنت هتحتاج تعمل الفكرة كلها ان انت بتعمله لغاية ما توصل لمرحلة ان خلاص ما بيحصلش فيه اي انت وصلت لغاية الفوت بقت لغاية درجة معينة ومفيش اي تاني ده خلاص حتحسن عن كده بتوقف عندي كده وبتكمل بس انت قللت حجم من بتاعك بالكاستنج اللي انت عملته في الاول فمالهاش بوزيشن محدود ولا ليها تايمينج انت ممكن تقعد اربع مرات ستة مرات طول ما هي تتحسن معك انت مكمل سيريال كاستنج وانس ان خلاص الامبروف منت وقف ما فيش اي تحسن تاني خلاص بيتشتغل عشوف تيشورليز تمام فيه سؤال بس ما هو ده يا جماعة معناه ان هو يعني واتباوت بونستي تكنيك المانجمنت وفرلابس كلافوود ما هو قفيل انت بتعمله فتاولة الريلابسة كلافوود احنا لو العيان او الطفل جاي صغير بريلابسة كلافوود يعني مسلا طفل انت عملت له بونستي عند شن شهر مسلا وشهرين وجالك عند ستة جهور سبعة شهور الاهل ما بيلبسوش الولد الجميلة بتاعته او دينيس براون اه هنشتغل معها بونستي برضه انت اي حالة ممكن تشتغل فيها بونستي ابتدي معها بونستي حتى لو ريلابسة انت بتلجأ للسوفتشورليز او الاستيوتوميس في العيانين الكبار او العيانين اللي فيلد بونستي باش انت مجرد ان هو جاله ريلابس بعد تاني مرة بونستي فتقول لا خلاص انا مش هعمل له وعمل لا انت ممكن تشتغل معها بونستي مرة واثنين وثلاثة طول ما هو بيستجيب لان ممكن يكون سبب الريكورنس باش ان الفوت سيفير المشكلة تبع في الاهل او نن كمباليينس من نبس دينيس براون فده معنا ان هو هيستجيب كويس للبونستي تكني تمام هاو مني ويكس لن رustering كشتران black接الية من ثلو ناSer لكن يكون قانا او smell من ست greyerي تم ااثابات تمام اه الكالكينيس نقلع ماذا اللي اشهر كككككيشنز كالكيني54 كاملكايز نقلع ايه كالكينيس كوريكشن كوريكشن اه تمام نحن قلنا بتكريكت لاما بالدوايرز او السلايدين جوستيوتومي بتاعتها والله بص يعني الكمليكيشن فيها قليلة قوي في الكمليكيشن يعني ما قبل اتناش مشاكل كتير سواء في السلايدين جوستيوتومي او في الدوايرز لاترال كلوزن جويتش معظمهم بيلحموا كويس قوي والعمليات بتمشي سموس من العمليات اللي هي سهلة وما بتاخدش واق وكمليكيشن فيها قوي لان انت كمان بتشتغل لو عملت حاجة زي الدوايرز او عملت السلايدينج كالكيني الوستيوتومي اه نورمالي الاسكين بيبقى ريدوندن شوية على اللاترال سايد حتى كسكين كومليكيشن مفيش وانت بتقفل وتقفل وتعمل اللاترال كلوزنج ويج فبرضو ما بتعملش للفوت فيعمل يعمل تنشن جامده على طب ايه ايه هل نقدر نعمل قبل ما نعمل الفوت ريليس نعمل طبعا انت تصلح الفوت الاول وبعد ما تصلح الفوت تشوف ان كان فيه انترنال تورشن تصلحه اوكي امرا قد ايه نقدر نقول ان الادم لو هي ما تعالجتش قبل كده نجليكتش 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 يعني فوت جاية متعملاش اي عمليات النجليكتش ده ممكن يجيلك فوق السنة ممكن يجيلك فوق السنتين ممكن يجيلك فوق الثلاثين يعني هو نورمالي المفروض ان انت بتعالج الكلاب فوت وبعد الولادة على طول من اول شهر اي عيان هيجيلك متأخر سواء جالك بعد ست شهور جالك بعد السنة جالك بعد سنة مدايا طبعا نجليكتش تمام نقدر نقول بسرعة بسرعة البستروميديا اول حاجة انت بتفتح بعد كده بعد ما بتفتح بيظهر لك الابدكتور هالوسيس بتريليز الابدكتور هالوسيس من عندك تبتحها بعد كده بيظهر عندك وتحتيهم الابدكتور هالوسيس الابدكتور هالوسيس تبقى دخلة عاملة جروف ودخلة ناحية اللاترال بوردر بتاع الفوت بتدخل ماقص في الجروف الي هي دخلة فيه ده بيبقى المقص ده فوق البلانتور فاشيا و الناحية الثانية تحتها بتقطع بلانتور فاشيا مع بتطحهم مع بعض كوان مصل او كوان كده انا كده عملت الابدكتور فاشيا الي هي بتسبب لك الكيبس تخش بعد كده بقى على الجوينت والليجامينت الجوينت اللي بتفتحها هما تلاتة جوينت التيلوناذكلور ال Chatelanaiculur calcinoid cuboid وال Ischernere sydchll çalış painters el un specific part tiro их physing west ו Examples답 والسبرينج اللي هو الكالكينيو نافيكلر لجمط عشان يقلىو بتاع اه يقلىو بتاع تيلو نافيكلر جوينت. التيبيو تيلر لجمط غالبا انت بتطاعم على الكبسول وانت بتفتح الكبسول. اخر حاجة ميديا لي هي التيبياليس بوستيريور. لازم تطاول التيبياليس بوستيريور عشان تساعد على بتاع تيلو نافيكلر جوينت. تمام. احنا لسه يا جماعة الازواء جاي في محاضرة عن الروكر بوتون دي تورميتي صحي بي? فاني بلع اسئلة اللي هي بخاصة بالموضوع ده. الروكر بوتون من دي تورميتي والله. طيب. في الانتيريو تيبل ترانسفير? الاسبليتنج ولا توتا للتيندون ترانسفير? لا الاسبليتنج ده بتعمله في الحالات النيورو ماسكولر يعني الحالات زي اللي هو ان انت لو اتنقلت التيندون الاثر سايد هيعمل بالرئيس للديفورمتي. انما في الانتيريو بتنعمل تيبل ترانسفير اللي تيبل تيبل تنتيريو. فانت بتعمل بس في حالات النيورو ماسكولر او لو فيه مصال ايمبالنس. انما عاياني إيديوباسك. انت بتخليل تيبل 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 تنتيريو مجرد ان هي بتعمل تعمل بتشتغل قدور زي فليكسور اكتر من هي هيا انفيرتور فلا هي تشغل انفيرتور ولا افيرتور فتنقلها كلها. تمام. لو احنا رايحين سوف تيشو ريليز وستيوتومي. نعمل ده في ستتنج واحدة ولا تو ستتنج? والله بص في ناس بتعملهم تو ستجيز وفي ناس بتعملهم وان ستجيز. لو على حسب الديفورمتي بتاعتك. لو الديفورمتي سيفير. والان ان يحصل نيورفاسكور كومبليكيشنز او سكين كومبليكيشنز اقسمهم على تو ستجيز. لو الديفورمتي مائل بس هي فيها ستف بس هي ستف فانت خلص دخلت عملت المال لسوفتيش وريليس فتاحت الجوينز وعملت ريليز وكده. ممكن تكمل معاك اه استيوتومي. اه بشارط ان هو بش هياثر على ان يورو فاسفلور استراكشور اللي عندك او الاسكان. يعمل ستين تنج. ممكن نقول بس برضو الاكيلس الفرق بينها وبين البنسيتي تاني? الاكيلس لانتني? اه هنا الفرق بينها وبين بتاعت البنسيتي. بتاعت البنسيتي انت بتعمل كومبليكيات كوتلت تندن بتعمله في سنة اقل من سنتين. وده بيحصل له الريجينيريشن الواحد إنما الأكيلس لانسنينج في البوستروميديا أو اللاتراليز ده أنت بتعمل كومبليت زي بلاستي لانسنينج ليه؟ لأنه في الغالب بيبقى فيه سكارنج في الأكيلس تندون نتيجة مثلا بريفياس أوبريشن زي برا كده أو نتيجة الستيفنس بتاعة الديفورمتي فلازم تعمل فورمال لانسنينج الفورمال لانسنينج ده زي بلاستي يعني بتقطع التندون ساجتل بتطول نصين بتقطع الدستال سيجمنت من عند الميديال سايد والبروكسيمال سيجمنت من عند اللاترال سايد ليه؟ عشان بتاعة الأكيلس بتشيره يعتبر بتلغيه فتخلي اللاينوف كول أكتر لاترال ده يساعد في الكوريكشن بتاعك وبعد كده بتوصل الفوت اللي هو نيوترال أو ممكن تدي شوية خفيف عشان انت بتخاف من إن يحصل وبعد كده بتخيط التندون في زي ما قلنا في خمس درجات وبعد كده بتحطه في قص شهر ونص تمام اللي هو الجونز تمام والله يبص في ناس بتعملوا يعني هي البروسيدور أول ما تعملت تعملت على الجونز البروسيدور اللي هو كان الترانسفير بتاع الفلكسور هالوسيس ليه الهد تاع الفرسم الترسل في ناس كده دوقتي ما بيش تعملوا وبقى مع ده كافي لإن انت بتخاف إن انت لما تنيرو فلكسور هالوسيس كمان تدرز فلكسور إن انت تلوز يتحضل الباور بتاع باور بتاعة الفلكشن وتاني حاجة لإن انت كمان بتعمل بتعمل ريليز للتبلس انتيريو في نفس العملية لان هي بتنضل البيتفاروس ففي الغالب ما بتحتاجش إن انت تنير الفلكسور هالوسي بصراحة ما بناش نعملها دلوقت بنتتافي بين مع الريليز بتاع الكابسول واللونسل بتاع التبلس انتيريو تمام الريزيدور متاتارسوس أدكتر اه لا يبتدي كاستنج الاو. اي حاجة ينفع فيها كاستنج يبتدي كاستنج الاو. لو حصل او او ابتدي بعد كده اخرش يعمل ميديا صوفت شوريز. انت ممكن تفتح الاتشات كده يقول محمد من عندك? الاتشات من عندي اوكي. شوك الاسئلة كده? الحاجات يعني مقدرنا جواب عليها? اه اه ابتدي اوه ابتدي من تحت الفوق بقى. اه دي ما عليش ان انسيت اقولها فعلا في الريليز ان احنا انت كده كده لما بتفتح عم منع الميديا بتلاقي الديكاسيشن بتاع الفليكسور ديجتورم اه عاملين اللي هي الديكاسيشن بتاع الديكاسيشن ودول بنعمل لهم فعلا ريليز كان يعني اه بيقال زمان انه هما من ضمن الديفورمينج فورس انه هما بيساعدوا بيسببوا الطايتلس جامع بتاع الميديا السورفس وانه هما من ضمن اسباب الميديا السالكس اللي بيبقى موجود بس يعني اه الكلام ده مش اكيد بس احنا كده كده بنعمل لها ريليز في ال medial post-romedial release ريليز What is the meaning of the term release? Does it refer to cutting, reattaching or sliding? Release, yeah, sliding or cutting دي كلمة release مش reattaching تمام What about the shortening of the calcaneus after osteotomy The shortening مش بيبقى كبير قوي في الكالكينيا الاستيوتومي مش للدرجة اللي هو يأثر على حجم الفوت انت بتشيل وجه حوالي صنطي صنطي ونص تقريبا وخصوصا ان الكالكينياس بتبقى مفرصة فلما بتعدي الاكسس بتاعها بتجين بعض الانس بس ما بيقصرش كتير على حجم الفوت القولنا ممكن معانا لغاية اربع سنين انا بصراحة بحب اشتغل نوريس كارول نوريس كارول فيها ميزة ان انت اول حاجة الميدال سكار بتاعت الميدال انسيجن احسن كتير من البوستروميديال انسيجن بتاع التوركو تاني حاجة النوريس كارول انت بتمشي ستب باي ستب بتاخد حاجة توصلك لحاجة يعني بتوصل اول عند الابدكتورالوسيس توصلك لـ نورو فاسكولار استراجات نورو فاسكولار يوصلك لـ الـ بعد كده توصلك للجوينت بعد كده توصلك لـ المستر نوتوف هنري بعد كده التبالس انتيرو توصلك لـ التلونيو كيلر جوينت توصلك لـ الميدال كيبايد الميدال كيبايد ميدال كيبايدون بتمشي ستب باي ستب اي تاني صوفت اشو سويلنج افتر اي ست ار طبعا الصوفت اشو سويلنج من ضمن الكمبيكيزن اللي ممكن تحصل وكمان الـ التنشن على الاسكن ممكن يحصل عشان كده في بعض الحالات لو انت في صوفت اشو سويلنج او متوقع ان يحصل صوفت اشو سويلنج ممكن تعمل اندر كوريكشن في الكاست وتسيبه اسبوعين وبعد كده تدخله يعمل تعمله تكمله الكوريكشن اسبروت بيك ان سيرنج تريبل سيرنج تريبل ارثوليز امنابل هير ان كلاب فوت از لمبورنو دي اه والله بص التريبل ارثوليز احنا قلنا فيها كذا تكنيك تختلف فقط سواء ان كنت تعمل لمبورنيدي او هتعمل مجرد حسب السيفيريتي بتاعة الديفورمتي اللي عندك فانت بتكرر جوه العمليات يعني انت ما تدرش تحسب انت ما تدرش تحسب هتشيل وجهات دي الا ما تفتحه وتشوف الديفورمتي وتشوف الستيفنس بتاعها اه الديفورمتي بص الديفورمتي ده قصة كبيرة جدا اول حاجة انت الديفورمتي بتشتغل بي زي البونسيت يعني انت بتحط هنجات عند الديفورمتي وبعليكات تبتدي الديستراكشن بتاعك انا بديستراكت في اليوم نص صبح ونص بالليل على كل اتنشرة ساعة بس انا بديستراكت في ناحية بخلي الناحية التانية تتحرك بس يعني بخلي الرد بيتحرك في مصار صابت لوحده وبشد في ناحية بخلي الناحية اللي هي تتحرك لوحدها والناحية الكونكيف هي اللي انا بعمل عليها الديستراكشن وبالتالي تمشي الفود في بتاعك في مصار انا محدده بس من غير ما انا اعمل استرس على اللاترال سيرفوس في الكوريكشن وبصراحة الظروف ده يعني قصة تانية في الفود ده قصة كبيرة جدا ممكن بنحضر فيها حالة محاضرة بعد كده ان شاء الله اه كانوا يفولو ديزالجوريزم ان داياباتيك او سي بي الحاجة مختلفة خالص يا جماعة اولا ال سي بي الفود اكتر فيهم بالغاز بيش بس حتى لو فيه فارس ديفورموتي لأ دوليهم اه مختلف فلازم اه 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 منانيجي نتكلم على ال سي بي لا ده الجوريزم مختلف خالص تانية حاجة الدياباتيك ايه علاقة الدياباتيك يعني الدياباتيك ده سيستيميك ديزيز. اه انت بتتكلم مسلا من حس السوف تشو او من حس السكين يعني متهيق لي لو الديابيتس هيقصر على الطفل كسكين او هيقصر على زيه زي اي عمليات تانية. مش حاجة سبيسيفيك يعني. اه في دي بيت على موضوع في ناس بتفضل ان هي تصلح بان هي تعمل وفي ناس بتحب تعمل الكتاب بتاع بونستي لو قرينا البونستي بيفضل انه يعمل على انه يعمل جونت كابسولوتوميز لانه بيقول ان الجونت كابسولوتوميز بتسبب سبلكسيشن بعد كده وممكن يحصل في جونت نفسها فهو بيفضل الملتبل الميت تارسل اوستيوتوميز وبصراحة لو الرجل ستيف لو الفوت ستيف والرزيو الأدكت السيفير انا افضل الملتبل الميت تارسل اي اي او اللي هو نفس الاس للأكيلس تندون وبالتالي حصل لص للباور بتاع فانت بتعمل ده مشكلته ايه? مشكلته انه ممكن يعمل لك لان انت بتزود الباور بتاعت وبتويكن الباور بتاعت فممكن انتهي بدروب فوت. موسيقى